بتوجيه من الرئيس الأسد العماد علي أيوب يزور حاملة الطائرة الأدميرال كزانتصوف بعد انتهاء مهامها في سوريا احباط محاولات تسلل لإرهبي داعش باتجاه الجفرة في دير الزور وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد النظام التركي واصل ممارساته القمعية ويسرح ألاف الأشخاص ويغلق عشرات الجمعيات بذارعة محاولة الانقلاب نشرة الأخبار من الإخبارية السورية بدأت أهلا بكم بتوجيه من الرئيس بشار الأسد قام العماد علي عبدالله أيوب رئيس وهيئة الأركان العامة للجيش بزيارة إلى حاملة الطائرات الروسية الأدميرال كزانتصوف والطرات بطرس الأكبر بمناسبة انتهاء مهامها قبلة السواحل السورية العماد علي عبدالله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة يرافقه الجنرال كارتابولوف قائد القوات الروسية العاملة في سوريا وعدد من ضباط القيادة العامة يقوم بزيارة إلى حاملة الطائرات الروسية الأدميرال كزانتصوف بمناسبة انتهاء مهامها قبلة السواحل السورية وخلال الزيارة التي جاءت بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة كان في استقبال العماد أيوب نائب قائد أسطول الشمال الأدميرال ساكلوف ثم جرت أفعي العالمين السوري والروسي وعزفت فرقة الحاملة النشيدين الوطنيين لروسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وأطلقت المدفعية تسع عشرة طلق تحية للعماد رئيس هيئة الأركان ولقائد القوات الروسية في سوريا بعدها استعرض العماد أيوب طاقم الحاملة وألقى كلمة أشار فيها إلى أن اسم الحاملة كوزينتسوف أصبح جزءا لا يتجزأ من تاريخ الحرب على الإرهاب مؤكدا أن تباشير النصر باتت تلوح في الأفق بفضل صمود شعبنا الأبي وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة بقيادة الرئيس الفريق بشار الأسد والموقف المشرف والبطولي لروسيا الاتحادية ممثلة بالرئيس فلاديمير بوتين والقوات المسلحة الروسية والشعب الروسي العظيم بعدها كرم العماد أيوب عددا من ضباط حاملة الطائرات كما زار رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والوفد المرافق الطراد بوتروس الأكبر وكان في استقبالهم قائد الطراد بعدها رفع علم الجمهورية العربية السورية ثم قام العماد بجولة على أقسام الطراد بوتروس الأكبر وألقى كلمة أكد فيها أن العلاقة التي تربط بين الجيشين السوري والروسي هي علاقة راسخة وفي نهاية الجولة أجرى العماد أيوب مؤتمرا متلفزا مع الجنرال غيراسيموف رئيس أركان الجيش الروسي أكد خلاله أهمية الدعم الذي قدمته القوات الجوية الفضائية الروسية للقوات المسلحة العربية السورية بدوره أكد رئيس أركان الجيش الروسي أن التحديات الأكبر في الحرب على الإرهاب كانت على عاتق الشعب السوري وقواته المسلحة وأن التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية على أراضي الجمهورية العربية السورية يشكل ركزة للحل السياسي أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري بمؤزرة قوات الدفاع الوطني في دير الزور محاولات تسلل لعناصر تنظيم داعش الأرهابي باتجاه الجفرة وكبدت الأرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد الإخبارية السورية تابعت جانبا من عمليات الجيش جهوزية كاملة طيقظ ورصد تام لتحركات إرهابي داعش من قبل الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني على جبهة الجفرة المتاخمة لمطار دير الزور العسكرية وأخذت الدفاع الأول عنه للتصدي لأي محاولة غادرة من التنظيم الإرهابي للتسلل باتجاه القرية الاستراتيجية معنويات عالية وتصميم على النصر واترد المجموعات الإرهابية من أرض سوريا هو حال رجال الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني المرابطين في الجفرة الحمد لله همتنا عالية جدا وشبابنا معنوياتهم شبيل خراس موجودين لرصد حركة الإرهابيين من وادي السحل ومثل ما يقول كل ما يحاولون التسلل باتجاه الوادي نبلج نضربهم ونرجعهم حتى ما يتراجعوا لوراهم نقوم برصد تحركات المسلحين ونمنعهم من أي تسلل باتجاه مطار دير الزور العسكري النصر أو الشهادة قرار اتخذه رجال الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني في دير الزور دفاعا عن وطنهم وإصرارا على القتال حتى تحرير آخر نقطة في سوريا من الإرهاب أكد وفد فرنسي يزور حلب أن تطهير المدينة من الإرهاب هو نقطة تحول ليست لسوريا فقط بل لكل العالم وأن ما يهدد سوريا يهدد العالم بأسره وقال الوفد أنه سيعود ويوضح حقيقته أو حقيقة ما جرى للشعب الفرنسي عما تعرضت له سوريا من إرهاب ممنهج بهدف الاطلاع على حجم الدمار الذي أصاب مدينة حلب ولكي يكون شهود عيان على ممارسات الإرهاب في المدينة زار الوفد الفرنسي المدينة وجال في معالمها الزيارة شملت الجامع الأموي الكبير وقلعة حلب وكنيستي الإنجيلية العربية والسيدة حيث طلع الوفد على الاعتداءات الإرهابية على اتطالة المباني الأثرية والتاريخية والتدمير الممنهج الذي مارسه الإرهاب على تلك الأوابد وعبر أعضاء الوفد عن حزنهم لما رأوه من تدميرا للحضارة والتاريخ مؤكدين أنهم سيعودون ويوضحون حقيقة ما تعرضت له السوريا أمل أن ينتصر الجيش السوري وتنتصر الحكومة السورية على الإرهاب سريعا جدا لأن الإرهاب الذي يقتل ويضرب في سوريا هو نفسه الذي يضرب في برلين وأوروبا ومناطق الأخرى لاحظت دمرين الأول هو دمار الأبنية لكن هذا الأمر منوط بالشعب السوري القادر على إعادة بناء ما تدمر أما الثاني هو دمار النفوس لأن ثقافة الموت أراد الإرهابيون زرعها هنا ففشلوا في ذلك لأن الحضارة هي التي تنتصر على ثقافة الموت جاءت إلى حلب لأنني أردت أن أرى بنفسي وأرى بعيني عندما أعود أريد أن أضع قضية السوريا والسلام فيها في قلب الانتخابات الفرنسية لأن هذا له علاقة بالسلام في العالم أهدف زيارة الوزد الفرنسي إلى حلب حتى يعينوا ويكونوا شهود عين ويسمعوا بيدانهم ويشوفوا بعينهم ما تم على الأرض السورية والكلام إلهم نحن ما كثير عم نحكي معهم هنين عم بيحكوا مع الناس شفتوهم كيف عم بيتجولوا هون هنين عم بيحكوا وعم بيأخذوا آراء الناس وعم بيعرفوا منهم ماذا تم على أرض هذه المدينة الغارقة بالتاريخ طبعا هدف زيارة الوفد الفرنسي إلى سوريا وإلى مدينة حلب نحن نريدهم أن يروا حقيقة ماذا فعل الأرهابيون في حلب وفي بعض المناطق في سوريا الأرهاب الذي دمر الحجر ودمر البشر وفتك بالبنية التحتية ليروا الحقيقة وينقلوها إلى الشعب الفرنسي ماذا فعل الأرهاب في سوريا مواقف أعضاء الوفد الفرنسي ومشاهداتهم لحجم الدمار الناجمي عن الإرهاب في حلب برسم المسؤولين الفرنسيين الذين كانوا سببا مباشرا فيما تعرضت له حلب وباقي المدن السورية من إرهاب ممنهج وعليهم أن يروا الحقائق بعين هذا الوفد أعضاء الوفد الفرنسي أكدوا خلال لقائهم محافظ حلب حسين دياب أن الإرهابيين حاولوا زرع ثقافة الموت والدمار لكنهم فشلوا لأن أبناء سوريا أبناء حضارة ورقي على مر التاريخ وشدد أعضاء الوفد على أن الفكر الإرهابي هو سم قاتل يجب استقصاله وضع محافظ حلب حسين دياب وفدا من البرلمان الفرنسي وإعلاميين فرنسيين في صورة الأوضاع وأكد أن حلب تعيش فرحة الانتصار على الإرهاب الذي استهدفها كما كل منطقة في سوريا منوها إلى أنه بفضل صمود أبناء الوطن وتضحيات الجيش العربي السوري وحكمة الرئيس بشار الأسد انتصرت حلب على الإرهاب وهذا الانتصار هو خطوة باتجاه الانتصار الكبير قدمنا لمحة عن تاريخ حلب وما تعرضت له حلب من تدمير منهج على يد الإرهاب وأكدنا للوفد الضيف بأن الإرهاب لا يشكل خطر فقط على سوريا وإنما يشكل خطر على الإنسانية جمعا وهذا ما أكده السيد الرئيس بشار الأسد منذ بداية الحرب الكونية على سوريا وأكدنا للوفد الضيف بأن انتصار حلب تحقق بصمود أبناء كافة أبناء الوطن وتضحيات الجيش العربي السوري ودع محافظ حلب أعضاء الوفد أن ينقلوا للشعب الفرنسي وكل شعوب أوروبا حقيقة ما تتعرض له سوريا من حرب إرهابية بدعم من دول غربية وأقليمية من جانبه بيّن تيري مارياني رئيس الوفد الفرنسي أن تطهير حلب من الإرهاب هو نقطة تحول ليس لسوريا فقط بل للعالم أجمع وأن ما يهدد سوريا يهدد العالم خاصة مع وجود رعاة للإرهاب وأكد مارياني أن الشعب الفرنسي متأثر جدا بما تعرضت له حلب من إرهاب وتدمير ممنهج جدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني على دين بروجردي من بيروت دعوته لرحيل كل القوات العسكرية الأجنبية التي دخلت الأراضي السورية دون موافقة وطلب من الحكومة السورية من دمشق إلى بيروت مواقف مماثلة لإيران عبر عنها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي بروجردي جددت دعوة لرحيل كل القوات العسكرية الأجنبية التي دخلت الأراضي السورية دون موافقة وطلب من الحكومة السورية وقال بروجردي بعد رقاء مع وفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة محمد رعد إن الأطراف التي ذهبت إلى سوريا بطلب رسميا من الحكومة السورية كي تدافع عن وحدة هذا البلد واستقراره وأمنه سواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو روسيا أو المقاومة في حزب الله وقفت إلى جانب الشعب والحكومة والجيش السوري ودافعت عن وحدة التراب في سوريا بموافقة من الحكومة الشرعية فيها أما الأطراف الأخرى التي أتت عنوة وسهمت بشكل أو بآخر في زعزعة الاستقرار والوحدة عليها أن تغادر سوريا فورا دعم لبنان كان حاضرا في مواقف بروجردي الذي عبر عن وقوف طهران الدائم إلى جانب لبنان حكومة وشعب وأهمية تسليح الجيش اللبنانية وخلال زيارته لأضرحة شهداء المقاومة اللبنانية نوه بروجردي بفضلهم في ترسيخ الوحدة والاستقرار في ربوع لبنان مؤكدا أن هؤلاء الشهداء المقاومين زرعوا غرسة المقاومة والصمود في لبنان وأسسوا لروح المقاومة البطولة على مستوى الأمتين العربية والإسلامية كشف الرئيس السابق لقوات مكافحة الإرهاب التركية أحمد سعيد ييلان حرس الحدود التركي تلقوا أوامر بعدم تفتيش السيارات المحملة بمواد صناعة المتفجرات والأسلحة التي ترسلها شركات تركية لتنظيم داعش في سوريا والعراق الدعم السافر للإرهاب يكشف إلى أي مدى وصلت إليه التصرفات العدوانية التي ينتهجها النظام التركي إزاء سوريا ودول المنطقة كافة من أجل تقويد استقرارها حقيقة الدور التركي في رعاية وتدريب تنظيم داعش الإرهابي يتكشف هذه المرة من خلال تأكيدات فجرها أحمد سعيد ييلان الرئيس السابق لقوات مكافحة الإرهاب التركية الذي أعلن لصحيفة واشنطن بوست أن حرس الحدود التركي طلق أوامر بعدم تفتيش السيارات المحملة بمواد الصناعة المتفجرات والأسلحة التي ترسلها شركات تركية للتنظيم في سوريا والعراق لكونها تحمل تراخيص أمنية ييلان أكد أن محافظة مدينة شالي أورفا الواقعة على الحدود مع سوريا كان على تواصل يومي مع متزعمي التنظيم في سوريا ويقدم كل أشكال الدعم لهم بتفويض من حكومة أردوغان وحسب الصحيفة فقد كلفت شرطة مكافحة الإرهاب بحماية عناصر التنظيم الإرهابي المصابين أثناء وجودهم في المشافي التركية لتلقي العلاج المجاني ومنهم الإرهابي فاضل أحمد الحيالي نائب متزعم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي الذي بوترت ساقه ونقل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة يضاف إلى ذلك أن القائد السابق لحامية ديار بكر العقيد أحمد قهوجي كاشف تورط حكومة أردوغان في تدريب إرهابي داعش في قواعد عسكرية سرية قرب الحدود السورية والعراقية وزيارته لتلك القواعد تأتي للاطلاع على تجهيزات الإرهابيين المدربين من قبل أمريكيين من شركة بلاكوتر وبعقد الموقع مع النظام التركي من جهة ثانية واصل النظام التركي ممارساته القمعية بحق المواطنين الأتراك بذريعة المحاولة الإنقلابية ونفذ موجة جديدة من عمليات التسريح القسرية شملت أكثر من ستة ألاف شخص بالإضافة إلى إغلاق عشرات الجمعيات مصير مجهول يقود أردوغان بلاده إليه فمنذ محاولة الانقلاب في تركيا يوم الخمس عشر من تموز الماضي أطلق النظام التركي حملة سياسية واجتماعية لإعادة تطبيق حكم الإعدام في البلاد وتسريح ألاف المواطنين الأتراك وأغلاق عشرات الجمعيات وبدأ النظام التركي بتنفيذ موجة جديدة من عمليات التسريح القسرية شملت نحو 2700 شرطي ونحو 1700 موظف في وزارة العدل ونحو 840 موظفا في وزارة الصحة ومئات العاملين في وزارات أخرى فضلا عن 631 أكاديميا وثمانية أعضاء في مجلس الدولة والأخطر من ذلك فأن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات كما أغلق النظام التركي أكثر من ثمانين جمعية بتهمة ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة سياسات أردوغان الداخلية يمكن أن تؤدي بحسب مراقبين إلى انقسام حاد في الشارع التركي إضافة إلى نقمة كبيرة من المواطنين الأتراك على سياسته القائمة على تصفية خصومه واعتقال نخبة المجتمع التركي وإسكاة عدد كبير من وسائل الأعلم وفي النشرة بعض الفاصل الكونغرس الأمريكي صادق رسميا على فوز ترامب ويرفض إلغاء نتيجة الانتخابات بزعم التدخل الروسي أخي المواطن كي تكون بطلا من أبطال الانتصار على الإرهاب وكي تنال شرف الدفاع عن سوريا بادر بالانتساب إلى الفيلق الخامس اقتحان نحن طوعيين قررنا التحاق بالفيلق محبة بسوريا من أجل دحر الإرهاب والقطاع الإرهاب إلى آخر رمق في حياتنا جينا بالذات نفسنا تندافع عنها الوطن ندافع عنها الأمي ونحن اللي عشنا فيها نحن قوات المدفعية نقوم بتنفيذ تدريبات نوعية تتناسب مع المهام الموكلة إلينا في الحرب فإلى نصر مؤذر تخطونها بسواعدكم أيها الرجال الصناديد جديد أهلا بكم اتخذت فرنسا خطوة جهات متأخرة تجاه الشعب الفلسطيني تمثلت بمطالبتها كافة المستوردين وهيئات الأسواق باستبدال عبارة صنعة في إسرائيل بمناطق محتلة على متجهة المستوطنات الأمر الذي أثار قلق الكيان الغاصب خليل إبراهيم خطوة جديدة على طريق المقاطعة الدولية للاحتلال تتخذها فرنسا بمطالبتها كافة المستوردين وهيئات الأسواق باستبدال عبارة صنعة في إسرائيل بمناطق محتلة على منتجات المستوطنات هذه الخطوة زعدت الكيان الغاصب الذي رفض قرار الحكومة الفرنسية واسم كافة البضائع القادمة من المستوطنات الجاثمة على أراضي ضفة الغربية المحتلة ويرى الفلسطينيون أن القرار الفرنسي إنجاز جديد لحركات المقاطعة في القارة الأوروبية حيث تتنامى أنشطة المقاطعة لتصل إلى ريقة القرار السياسية وزارة الاقتصاد الفرنسية دعت العملاء الاقتصاديين إلى ضرورة وضع ملسق يحمل عبارة مستوطنة إسرائيلية وتأتي مواقف فرنسا ترجمة لقرار الاتحاد الأوروبي قبل نحو عامين وضع شارات على المنتجات القادمة من المستوطنات الصيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قرارات مشابهة اتخذها مجلس مدينة تروندهايم النيرويجية تقديم مقاطعة الخدمات والبضائع القادمة من المستوطنات الجاثمة على الأرض المحتلة إلى ذلك طالب عدد من أعضاء البرلمان الشيلي المناصرين للقضية الفلسطينية بإطلاق حملة دولية من مقر البرلمان في العاصمة الشيلية سانتياغو لمطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن إصدارها وعد بالفور المشؤوم الذي أسس لاحتلال أرضهم قبل قرن من الزمن أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن أعمال القرصنة المعلوماتية لم تؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني الماضي رفضا توجيه أي اتهام إلى روسيا في هذا المجال وقال ترامب في ختام اجتماع مع كبار المسؤولين عن الاستخبارات الأمريكية معنى روسيا والصين ودول أخرى يحاولون اختراق البنى المعلوماتية لمؤسساتنا إلا أنه لم يكن لذلك على الإطلاق أي تأثير على نتائج الانتخابات ووعد ترامب بإقرار خطة لمواجهة القرصنة خلال التسعين يوم الأوائل لولايته الرئاسية وشكك ترامب الاتهامات ووصفها بالسخيفة والملفقة معتبرا أنها محاولة من الديمقراطيين للتشكيك بنتيجة الانتخابات والتنصل من مسؤولية الهزيمة أمام مؤيدهم من جهة أخرى صادق الكونغرس الأمريكي رسميا على فوز ترامب ورفض الغاء نتيجة الانتخابات بزعم التدخل الروسي يعيش الأمريكيون حالة من الهلع نتيجة ما جرى في مطار فورت لوريدل وأعلنت السلطات وعائلة منفذ إطلاق النار أنه جندي أمريكي خدم في العراق وتلقى علاجا نفسيا في ولاية ألاسكا استنفار على مستويات عالية في فلوريدا والمطار فورت لوريدل الذي شهد عملية إطلاق نار قام بها مسلح ما تسبب بوقوع قتل وجرح حاكم ولاية فلوريدا ريكس كات توجه إلى المطار لمتابعة الحادث فيما أصرت سلطات الطيران الفيدرالية إشعارا بمنع مغادرة أو استقبال الرحلات الجوية في هذا المطار وأعلن مسؤول المطار إيقاف جميع الخدمات في المطار وسائل أعلام أمريكية أكدت نقلا عن مصادر أمنية اعتقال مشتبه بالهجوم على المطار ويدعى ستيبان سانتياغو وقالت مفوضة مقاطعة فلوريدا إن المسلح وصل على متن طائرة قادمة من كندا حاملا مسدسا في أمتعته وبعد استلام حقيبته أخذ المسدس وتوجه إلى الحمام حيث قام بحشوه بالرصاص وخرج ليطلق النار على الناس في قسم استلام الأمتعة وتسبب هذا الأمر بوقوع قتل وجرحة فيما فر عدد من المسافرين من موقع الهجوم وتجمع آخرون على مدراج المطار عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا ييبل نيلسون قال إن المسلح كان يحمل بطاقة هوية عسكرية فيما قال شاهد عيان إن المسلح كان يرتدي قميصا عليه رسوم سلسلة أفلام حرب النجوم ويستقبل مطار فلوريدا ما بين ثمانين ومائة ألف مسافر في المتوسط يوميا وأعلن مطار مايامي الدولي القريب عن تطبيق إجراءات أمنية إضافية تحسبا لهجوم مماثلة النشر انتهت إلى العنو بتوجيه من الرئيس الأسد العماد علي أيوب يزور حاملة الطائرة الأدميرال كوزانتسوف بعد انتهاء مهامها في سوريا احباط محاولات تسلم لإرهابي داعش باتجاه الجفرة في دير الزور وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد النظام التركي واصل ممارساته القمعية ويسرح حلاف الأشخاص ويغلق عشرات الجمعيات بذريعة محاولة الانقلاب إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر